اشتركوا في القناة 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 نبقى نحرك نحاول ما امكان في غالب الوقت نكون نحركه لا نتوقف على التحرك من اللي يغلق من اللي يغلق لنا هاد المربع نشوفوك تطلع لنا واحد الكشكوشة الفوق هذه الكشكوش شخصنا ضروري نحيدوها نمشي معها شوية بشوية نبقى معها حتى نحيدها ترجمة نانسي قنقر او 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 واحد او واحد من بعد ما حياتنا الكشكوشة كان يستمر في الطياب المربع ديالنا نريد المرحلة التعسيل التي تريدنا أن نتعسل بلا قياس لا يجب أن يكون خفيف جاري بين و بين فهذه التعسيلات متوسطة لكي تريد التعسيل المتقص في السكر فقط في الوسط فهناي كيف نشوفه هو بدأ نشنع اللون دياله بدأ كي غادي اللون اللي بغينا وكي يبدأ كيتعسل فهنا نشوف نقلب ونشوف ديك تعسيله كديرا لشكل اللي بغينا كيف كتشوفه المشماش اللي خديسه نشوية كنشد فراسه فباقي ما كو كان شي مشماش اللي كيكون طيبا زيان ارى ما كان حتاجه لنطحنه ولوالو اذا كيتلقاه داب بوحده وكي يبقى بحلو كاك وكي يجيز وين تهو اذا صافي هذا وشكل اللي بغيت وصلت لديك تعسيله اللي بغيت من سبالي انا غنطحنه واحد شوية ماشي غنطحنه واحدة واللي تاني ملس لا فقط غادي نطحنه غير شوية نحاول ما امكان بحلو غادي غادي نهار رسدك نمشماش شوية واخيرا مشماش دين نوجد اه درنا في في القاعل طبيعة الحال وهنا غادي نوريكم كيفاش ولا مشماش ها هو هنا باش بعد ما برد ها كواكي فاش ولا لننمش ماش نحاول ما امكان نخليه في واحد القياس ديال اسمي سمشي يجينا قاصح بزا بالنسبة الناس اللي كيديرو كون تيتي كبيرة واحد القياس كبير ديال المربة ديال المشماش من الاحسن يديروهم فقراعي اللي يكونوا نعقموهم ديروهم في في المطيب نطبخوهم ونسحوهم زيان ينشفوه ومن بعد كنديرو فيهم هذا المربة بقي شوية يسخون فكنديرو فيه وكننقلبو القرعة وكنخليو القرعة كتصد الرأس كتصدو وكننقلبوها فالغلاقة كتصد زيان كتصد باحكام فوخا كتبغي تحلها ما كتتحلش بحالي لا يالله شاريينو اذا هادي النتيجة النهائية هذا المربة اللي حصلنا عليه بطريقة سهلة وفي وقت قصير ما كتطلبش منا واحد المجهود ولا شي وقت كتير ولكن النتيجة كتكون زوينة لانا كنصوبوا شي حاجة لصوبناها ريوسنا وصوبناها في الدار وكنعرفوا اشنو فيها وصحية فكنتمنى ان هاد الوصفة ايضا تكون اعجباتكم وكن اه وكنشكر الجميع للتعليقات وكنشكركم ايضا على الاعجابات وكنشكر كل مشترك جديد وكل متتبعين والمشتركين القدامى وتحية مني لكم ومن قناة الدهبي بالخصوص كتحيي كل المتتبعين ديالها وشكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة